أي شيء فيه نهب وجبايات لا يتردد الحثيون في خوض المعركة من أجله لا يهم أن يتساقط الناس موتى وأن يستفحل الوباء ويقضي على المجتمع فالتبرير الجاهز على أفواههم محافظة إب شهدت خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات طالت 24 من تجار الجملة وتمزج بهم في سجون الميليشيات بتهمة رفضهم دفع جباية الزكوات لما تسمي نفسها هيئة الزكاة تحت قيادة المدعو مجد التينة الميليشيات الحوثية تأخذ الزكاة بقوة السلاح وتحت التهديد بالإخلاق للمحلات والمتاجر بل وتخالف الشرع والنصاب وتطلق لعناصرها الحرية بأخذ الأموال وفق هواهم وبالمقدار الذي يرونه مناسبا لهم فليس هناك ما هو أبشع مما يمارسه الحوثي باسم الدين موسم حصاد وفير لا يمكن أن يترك الأموال مقابل حياة وسلامة الناس هذا نهج وطريق يسلكه كما فعل سابقوه من الآئمة الإرادة الزكوية مليارات الريالات يأخذها الحوثي سنويا من أقوات الناس وأنشأ لذلك هيئة مستقلة تحت إشرافه ورفعت مقدار الزيادة فيها إلى أكثر من ألف بالمئة التعصف الحوثي دفع الكثير من التجار إلى إغلاق متجرهم والتلويح بوقف أنشطتهم التجارية احتجاجا على سلوك الميليشيات التي تسعى إلى إرغامهم على دفع الزكاة وتلتهم أموال الناس بالباطل رمضان بالنسبة للحوثي هو موسم لجباية الأموال شهر من أعظم شهور السنة لما فيه من مردود كبير على خزينته فكل ليلة يظهر الحوثي في الإعلام يحث الناس على دفع الزكاة وهنا لوحة إعلانية عملاقة ورسائل وبرامج وخطب كل شيء يستخدمه الحوثي فقط لحث الناس على دفع الزكاة التي يفترض بها إن دفعت فعلا وفق شرع الله أن تصرف في مصارفها الثمانية المحددة في القرآن الكريم إلا أن هدفه الجباية فقط دون اكتراث بحال الناس أو محاولة وقاية للشعب من الأمراض والأوبئة ومن كل الحروب